ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة بي بلايد الرأي اليوم عنا نزال بين السيف الوهاج و لايف الفضاء سقر و بلبل الهجومي رح يتواجه ضد راني و بلبل المزدوج الجول الأولى مقططين للسيف الوهاج الجول الثانية اوكي في امل السيف الوهاج جامع البيرت بس المخالب رح تحمل ليث و ليث الفضاء بتميز انه بضلب الحلبة يلا خلونا نشوف مين رح يفوز بفيديو اليوم اوكي في قاعدة تكون ضربات السيف الوهاج بتأثر اكتر بس النتيجة حاليا ثلاثة واحد لليث الفضاء السيف عم بيخسر كليك بكل جولة مرتبطة اوووو قصر الدنيا اوكي السيف الوهاج شكله عصب عشان حكينا عنه انه عم بيخسر كليك وهذا فاس اوكي فكرت صار في اشي لاحظة اشوف سيف الوهاج حاسس انه شريحة التحديث انفكت نعم احساسي صحيح شريحة التحديث مفكوكة مش عارب انفكت من هيك من لما اقلم تحطوه على الجهاز الاطلاق شوي وطقوه هيك انه تحطوه هي اشي مش كويس بس انا بعملها عشان يثبت البلبل على السريع اوه نقطة ليس الفضاء اظن هلأ صار فيه تعادل اربعة اربعة اوكي انا صراحة وقعت ان سيف الوهاج يفوث بكل سهولة بس ليس الفضاء خاصة مش سهل اوه عن جد مش سهل والنفس الاشي كمان قبل شوي صورت بيديو نزال بين بلبلين واحد كثير قوي معروف انه قوي والتاني عادي تفاجأت من النتيجة سيف الوهاج سيف الوهاج كسر الحلبة من يش يكسر ليس الفضاء انا عندي اقتراح عشان نسوي السيف الوهاج اقوى انا عندي اقتراح عشان نسوي السيف الوهاج اقوى بدون ونسو تفاجأ بالكوم من العامل بلبلين ان بره اقتراح انا عندي اقتراح انها بدون ويكسر انها فضاء خاصم لا يستهان فيه وليس طبيعي اوكي شوفوا لا استخدم عادي سيف الوهاج او كنت احكي لكم انه سيف الوهاج كان شوية بيعلق عليها قبل شوية فانه عشان هيك ما كنت استخدمه بس خلص هلا استخدمه يلا مش عارف كم نتيجة في الضبط صارت بس ممكن تعادل او تفوق لليت النظر بس شفت السيف الوهاج هلا ما نزل بقوة بالصدفة قبل شوية نزل كويس بس هلا ما نزل كويس عشان هيك بستخدم نفس جهاز اطلاقها الثنان هم افلوشن هلا يعني هخلو نشوف اوه ليت الفضاء متفوق بطل متفوق نحسم النزاج من الخالب ليت الفضاء انقفت ليت الفضاء من بير ستنش مؤكد قنا بتحكم سبقوا كيفه لو سيف الوهاج مؤكد اخف شوية كان ادري ان ان يكون متوازن اكثر شوي اوكي آخر جولاعة قبل عكس القطع وبارست فنش للسيف الوهاج بكل صراحة أنا بطلت أحسب نقاط بس اللياتي الفضاء كان متفوق كثير السيف الوهاج فزل أكام من جولي الملولين كثير متقاربين صراحة صراحة بالنسبة لي قوة اللاعب بتعتمد أكتر بس يعني وانا كنت بتوقع السيف الوهاج يفوز بس ليت الفضاء صدمني ومبين عليه انه يعني هو الأقوى صراحة توازنه عم بسمح له انه يفوز عالجد ليت الفضاء صحيح انه بلبل شوي طويل وهيك غريب يعني تحسوا انه ضخم يعني انه مو داما بكون متوازن شوفوا كيف هيك انه نص نص بتحسوا أعوج فانه بس ضد سيف الوهاج قادر يتصدل للضربات وهيك يعني مش سيئ اوك 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 بالنسبة لي عنجد انا هيك مرات في جولات واحدة بادر اعرف النتيجة من جولة واحدة مثل هاي الجولة بتحدد من الاقوى وعنجد ليت الفضاء اقوى بس لو كان اللاعب المثلا معه السيف الوهاج اقوب كتير من اللاعب المعه ليت الفضاء ممكن يقدر يفوز بالسيف لانه السيف ضرباته هجومية قوية باش المخالب اللي بطلعوا هدولة بصدوا كل ضربات السيف وبيخلوا السيف يضعف دورانه وبعدين بفوز حنا وقت عكس القطع وعفكرة بس معلومة السيف الوهاج كنت حطه بوضعية السيف يعني بالتناسق وبرضه في بعض الجولات حطيته بالعكس اشوف انه هل بصير في فرق وكان يصير في شوية فرق الصراحة مش متذكر انه انه واحد بفيد اكتر بس انه اللي مع السيف الوهاج يجربه مرة يحط الحديدة بهاي الطريقة انه يركبه بها الطريقة ومرة يحطها هيك بعدين يركبه ويجرب ضد نفس البلبل ضد البلبل تاني مثلا ضد وحش الظلام مثلا اه ونازلهم ببعض بالطريقة هاي تقدر تشوف انه وضعية اقوى هاي الوضعية بتغطيك اوكي هجمات اقوى بس رح يكون في عدم توازن كبير هاي الوضعية بتعمل شوية التوازن ومرات بتفيد فصراحة الحلو انه هاي هيك وضايتين خفيتين غير مباشرتين سيف الفضاء سيف الوهاج ودرايفره كتير أسناق قوية اذن بركاته عشان هيك عملوه الأسناق قوية بس هو غير متوازن ولأول مرة رح اخاطر وحطوا درايفر تكارتهم عليها هاسبرو لانه شوية عم بركبوا على بعض بس ما سكيني كتير كويس خلطة سجدا سيئة ما اظن تفوز وهاي كمان سيئة او او شفتها سيف الوهاج مش بيتوازن انزد طوالي برا الحلو البلين عم بركبوا على جهاز الطاق بسهولة وبينزله بقوية اكتر من قبل شو حلو تناصف تناصف اكتر بس مش اقوى اوكي بعرف خطرت بدرايفر الليث واللير بس لا انا حسيت انه ما عم باثره كتير صراحة اوكي واحد واحد الجولة النهائية بعكس القطع تعادل اوكي يلا ليت الفضاء كتير ماسك على الدرايفر ثابت الدرايفر ادقل من اللير فا فشكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا